زي ما تعودنا خلونا دلوقتي نروح للعالمين الجديدة ومعانا جمانا ماهر من هناك أتكلمنا عن آخر الكواليس والفعليات للنهاردة وكمان الويكند يكون فيها ايه؟ مساء الخير عليك يا جمانا مساء الخير عليك يا بسانت ومساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان زي ما نتكلم دايما طول الوقت بنحاول ننقل السادة المشاهدين يا بسانت كل الكواليس في تقطيتنا الخاصة لمهرجان العالمين في هذه النسخة الحقيقة النسخة دي يعني نسخة نشطة جدا وفيها اكتيفيتس كتير جدا وإيفانتس كتير جدا وفعليات كتير جدا الحقيقة ما بين فعاليات رياضية ثقافية فنية ده يعني حتى خلال نقول انه في تواجد كبير جدا يا بسانت من قبل الوزرات وده اندل على شيء كمان بيدل على فكرة دعم يعني بتعاون مع الشركة المتحدة الخدمات الألمية دعم هذا المهرجان هو حرص على انه مش بس انه يكون مهرجان فني وثقافي ورياضي لكن لا بالعكس انه يكون كمان مهرجان يقدر انه هو يخدم المواطر المصري يقدر انه هو كمان يبرس كل المواهب في كل المجالات يا بسانت وده الحقيقة هدف نبيل جدا ومهم جدا 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 خلي اقولك انه الاسبوع اللي فات كان فيه اكتيفتيز كتير جدا كان فيه ايفانت كتير جدا موجودة الحفلة الاسبوع اللي فات كان سعاد ماسي حمزة نامرة مصار اجباري الاسبوع ده كمان فيه يوم الجمعة ان شاء الله هيكون فيه كايوركي ومفاجئة الحفلة كمان طبعا النجم توليت يمكن توليت هيكسر الدنيا مؤخرا باغاني كتير جدا وبعروف انه هو الفنان او النجم اللي بيبقى لابس على وشه وماسكه ده خليل نقول انه هو اضاف ليه كمان حتة كده عارفة حتة غموط كده فالناس كلها متحمسة ان هي تشوف توليت على المصرح بجانب كمان كايوركي وده غير كمان مصرحية البنك سرقوه زي ما كنت بتتكلمي للنجم اشرف عبدالباقي وكريم محمود عبدالعزيز اللي هيبتدي عرضها كمان من يوم الخميس اللي هو بكرة ان شاء الله لغاية يوم السبت لمدة 3 ايام النهاردة كمان يبسطت فيه الحقيقة برضو احداث مختلفة النهاردة اقيمت قرعة كاس العالم لليد هنا في مدينة العالمين الجديدة على اهمش فعليات كمان مهرجان العالمين الحقيقة وطبعا بطولها تقام في العاصمة الادارية الجديدة كمان كان فيه انطلق النهاردة مارثا الدرجات لألف درجة فيه خمسين متسابق من المنتخب المصري للدرجات وكان كمان فيه مشاركين من الجامعات المصرية من ابطال الجامعات المصرية للدرجات كمان فطول الوقت انتي ماشية فيه حفلات كتير جدا وفيه احداث كتير جدا وفيه أنشطة رياضية وفعليات رياضية كثيرة جداً وترفيهية كمان كثيرة جداً يا بسانت ده غير إن الجو كمان حلوى قوي الحقيقة جمانا يعني زي ما أنسي كنتي لسه بتقولي إن الفعليات كل يوم فيه جديد وفيه حاجة جديدة ودايماً مهرجان لعالمين معودنا إنه إحنا كل يوم باحتفال وكل يوم فيه حاجة جديدة سواء الفايروركس اللي موجودة على الممشى السياحي سواء الفعليات الثقافية سواء الحفلات ولو هنتكلم على Too Late زي ما أنت كنتي لسه بتتكلمي اللي هتبقى فتتاح حفلة كايروكي هنستمع كمان لبعض أغاني كايروكي بصوت Too Late هو فعلاً أضاف نوع من أنواع الغموض وهو حاجة مكسرة الدنيا على تيك توك هليني أقول كل الناس عايزة تعرف مين هو Too Late يمكن عندنا النهاردة في خلال الحلقة هنعرف شوية معلومات عنه وإيه الجديد وعن الفقرة دي بالذات في حفلة كايروكي بشكرك يا جمانة وأكيد هنرجع لك كمان شوية من العالمين عشان تحكي لنا أكتر كمان عن الأجواء في الفترة الجاية والنهاردة كمان عايزين نعرف إيه الموجودة أو إيه الأجواء موجودة على الممشى السياحي